بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة الأئمة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيد بأن أتواصل معكم من خلال هذا الدرس الأول ضمن سلسلة من الدروس سوف تتمحور حول التصوف السني باعتباره كما تعلمون ثابتا من الثوابت الدينية في بلادنا فويندرجوا ضمن الثوابت الأخرى التي هي العقيدة الأشعارية والمذهب المالكي وإمارة المؤمنين غير أن هذا الثابت لم يتم اختياره أو اصطفاؤه اليوم أو الأمس وإنما تم اختياره منذ القديم اختاره أجدادنا وعلماؤنا الأسلاف فهو يرجع إلى مرحلة السلف الصالح تلكم المرحلة المباركة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير فالإمام أبو القاصم الجنيد المتوفى سنة سبع وتسعين ومائتين عاش خلال القرن الثالث الهجري وإليه تنتسب الطريقة التي اختارها المغاربة الطريقة التصوف عند الإمام الجنيد نص عليها الإمام بن عاشر في نظمه في البيت الذي تعرفونه جميعا في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك وهذا أكبر دليل على أن الأمر قديم جدا يعتبر التصوف السني الذي أرسى قواعده السلوكية أرباب التصوف ومشايخ التربية والتزكية من مقاومات وخصائص التدين ببلادنا فهو يقتضي للتزام بالجوانب الروحية العملية وبالمقاصد الأخلاقية بعيدا عن التنظيرات الفلسفية أو الميل إلى بعض الفلسفات الصوفية المغالية كما هو حاصل في جهات أخرى هذا التصوف ينطبع بطابع التوسط والاعتدال وبالتالي فهو يستهدف تزكية النفوس وترقيق القلوب كما يستهدف إصلاح السلوك اليومي للناس وهذا أمر مهم جدا فهو يدل على أن اختيار المغاربة ينسجم مع منهج الوسطية والاعتدال كما هو معلوم وبالتالي فهم قد مالوا من خلال هذا التصوف الوسطي مالوا إلى أحسن ما يوجد في الدين وهو التحقق بمحاسن الأخلاق في السلوك والتحقق أيضا بمقام الإحسان في العبادة في الواقع عندما نتأمل في كل هذا نجد أن هذا التصوف إنما هو مستمد أساسا من نصوص القرآن والسنة وهذا أمر مهم جدا فهناك نصوص شرعية عديدة تعد بالمئات في القرآن الكريم كلها تخدم هذا الجانب كما أن التأسي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بتوجيهاته وتعالمه في هذا المجال مجال الروح مجال النفس ومجال القلب هذه المجالات كلها تخدم هذا الجانب وينبغي أن لا ننسى أيضا أن هذا العلم يختص بمصطلحات ومفاهيم وحقائق عديدة وقف عندها علماء التصوف بالفهم والشرح والتبسيط كما فعل الإمام القشيري في رسالته وكما فعل أيضا الإمام أبو حامد الغزالي في إحيائه وهو صانع أيضا الشيخ أحمد زروق في قواعده والشيخ أحمد بن عجيبة في معراج التشوف إلى حقائق التصوف وغيرها من الكتب فهذه الكتب وقفت عند مصطلحات القوم وشرحتها وبينتها واستندت فيها جميعا إلى أسس من القرآن والسنة الإمام جنيد الذي اختار المغاربة طريقته قد يتساءل البعض لماذا الإمام جنيد على وجه الخصوص لماذا اخترتموه رمزا لتوجهكم ومشربا ومذهبا في طريقتكم الأمر واضح معظم العلماء الذين ترجموا لكبار الصوفية وقفوا في ترجمة الإمام جنيد على أنه تميز بكونه اجتمع له العلم والحال أي أنه تحقق بالفقه أولا ثم تحقق بالتصوف فجمع بينهما ولذلك كانت طريقته في التصوف أنها مبنية على الكتاب والسنة ولا أذكركم بالقولة المشهورة التي تسند للإمام جنيد وهو قوله علمنا مقيد بالكتاب والسنة وفي رواية علمنا مضبوط بالكتاب والسنة ثم أيضا أثرت عنه قولة أخرى شهيرة أيضا وهو عندما قال إنه لتقع النكتة في قلبي من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة فهذا يعني أن الإمام الجنيد كان يرد بعض أقوال القوم ما دامت لم تستجب ولم تنسجب ولا تتوافق مع الكتاب والسنة فلا يقبل من كلامهم إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة الأمر الآخر وهو أن الإمام الجنيد ذكر له العلماء أو ذكر عنه العلماء أن طريقته تكاد تدور حول ثلاث قواعد ذكر مع اجتماع وورد مع سماء وعامل مع اتباع وأريد أن أقف عند هذه القاعدة الأخيرة فهي أكبر دليل على أن الرجل فعلا في جميع أقواله دائما يقف عند النصوص ويقف عند أهمية الاتباع اتباع ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة وهنا أحيل السادة الأيم الفضلاء إلى كتاب جمع جميع أقوال ورسائل الإمام الجنيد فهو موجود من أراد أن يستمتع بإشاراته وإحاءاته الفضلة والتي أبانت عن مقدرة الرجل في أن يربي النفوس وأن يوجه إلى ترقيق القلوب نحن عندما نتأمل أيضا في هذه الطريقة نجد أن المغاربة عندما تفاعل معها أي الطريقة الجنيدية كان في ذلك عظيم الأثر في وفاء التجربة الصوفية بالمغرب بالمقصد الأخلاقي وهذا مهم جدا لأن طريقة الإمام الجنيد تميزت بهذا الأمر ولذلك نجد الشيوخ التصوف قد وقفوا عند هذه المقاصد الأخلاقي المهم جدا وحاولوا ما أمكن أن يعملوا على تزكية نفوس مريديهم وأن يهدبوا أخلاقهم وأن يدفعوهم إلى مجاهدة نفوسهم وهنا أحب أن أقف عند هذه المسألة وهي مجاهدة نفس أو بالأحرى التربية على مجاهدة نفس فإذا لم تكن هناك تربية على مجاهدة النفس فلا تصوف فهذا هو المحور الأساس الذي يدندن حوله المتصوف والذي ينبغي أن يدندن حوله أيضا المريد وبالتالي الإمام في مهمه هنا لا بأس من أن نقفى عند التجربة الصوفية المغربية في هذا المجال مما نعتز به في بلادنا أنه عبر القرون وعبر التاريخ المغربي ظهر شيوخ للتصوف وأرباب للتزكية والتربية ذا عصيتهم واشتهر أمرهم أمثال أبي يعزى وابن حرزهم ولكن أريد أن أقف عند اثنين بسرعة وعجالة وهو الإمام أبو العباس سبتي أحد رجالات مراكش سبعة الذي اشتهر بأنه لم يخرج عن أسس الكتاب والسنة فيما هو مشهور عنه ومعروف عنه وهو أنه كان دائما يدعو إلى الجود والعطاء وعمل على تأصيل مبدأ الإنفاق استنادا إلى أمرين من خلال النص ومن خلال الضوء أما من خلال النص فأبو العباس سبتي يقول إن القرآن الكريم فيه حشد هائل من النصوص التي تدعو إلى الإنفاق وهذا أمر طبيعي أما من حيث الضوء فهو يقول بأن الصوفية إذا ترقى في المقامات واستقر في الأحوال لا يعقل أن لا يفكر في الآخر أن لا يفكر في الفقر والمسكين أن لا يواسي الآخر إذن من هنا وجب أن يكون الجود والعطاء هو محور تديني السالك إلى الله سبحانه وتعالى وتعرفون جميعا كيف أن الرجل كان يخرج من كل مدخول مادي دخل إلى بيته كان يخرج نسبة واحد على تسعة من مدخوله يعني العشر بواحد على عشرة يعني العشر وبقي يترقى ويخرج أكثر وأكثر إلى أن انقلبت القاعدة فأصبح يحتفظ بالعشر ويخرج تسعة عشر ومعلوم أن القصة المعروفة أن ابن رشد الحفيد بلغه أمره من مراكش إلى قرطبة فبعث أحد رجاله يتحسس أمره فعندما عاد إليه قال إنه رجل ينفاعل عنده الوجود بالجود أما ابن عجيبة فمعروفة عنه تلك النظرية نظرية خرق عوائد نفس وانطلق فيها من نصوص القرآن وكفلا وهو المفسر الشهير صاحب البحر المديد الآن ننتقل أيها الإخوة الأئمة الفضلاء إلى نقطة أحسبها مهمة جدا وهو أن هذا العلم هو يدخل في صميم علوم الدين وهذا ما وقف عنده الإمام أبو حامد الغزالي عندما نص وقرر على أن استحضار معاني التصوف في جميع مقامة الدين يحتاج إلى إحياء وتجديد من أجل بلوغ ثمرات العبادة وعلى ذكر ثمرات العبادة فهي أيضا مسألة ينبغي تحصيلها وينبغي بلوغها لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيئا من العبادات لمجرد أنها حركات وتصرفات ومواقف أو شيء من القبيل يعني بعيدة عن استحضار آثارها ومقاصدها وغايتها فكل عبادة إلا وشرعت من أجل غاية ومن أجل مقصد ومن أجل تحصيل ثمره فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي باعتبارها تهذيبا وتزكية لنفس الإنسان عندما يحاول أن يناغم أو يزاوج بين حركة البدن الجسم وبين الروح فهذا أمر مطلوب الصيام أيضا نفس الشيء يعني الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فاستحضاروا هذه الغاية وهي الرقابة الذاتية من جهة وأيضا ابتغاء هذه الوقاية لعلكم تتقون والصوفية قد برعوا في مثل هذه المواقف عندما صنفوا الناس في ممارستهم لعبادتهم وتدينهم إلى عوام وخواص وخاصة خاصة بمعنى أنه لا يستقم أمر الجميع على مستوى واحد وإنما هي مستويات واجتهادات والمريد والإنسان المسلم المؤمن يسعى ما أمكن إلى أن يترقى في درجات اقترابه وتقربه من الله سبحانه وتعالى وكذلك بالنسبة للزكاة التي هي تطهير للمال من الشح وأيضا هي تطهير للمال من حقوق الآخرين حقوق المساكين والفقراء هي أيضا نصة الآية القرآنية على أن الغاية المثلى منها وهو التطهير والتزكية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أما بالنسبة للحج فقد ورد فيها قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أمر آخر أيها الإخوة الأيم الفضلاء وهو أن علم التصوف هو تخلق وتزكية فهو تزكية باعتبار أن هذه التزكية تزكية النفوس هي أسمى ما يبتغيه المرء في سلوكه الطريقة إلى الله سبحانه وتعالى وقد ورد فيه قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم ثم أيضا التخلق والتخلق هنا أريد أن أقف عند نقطة ثم أختم وهو التخلق بأسماء الله الحسنى انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصها دخل الجنة كيف يكون هذا التخلق؟ وهو أن يستوعب المرء أن يستوعب السالك كيف أن الله سبحانه وتعالى يرحم ويشفق وبالتالي فهو يتخلق باسمه الرحيم وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي ويجود فيتخلق باسمه الجواد وكيف أن الله سبحانه وتعالى يغفر ويتوب فيتخلق باسمه التواب وهكذا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة